عمداً لرب منعمي هدا لدين قيمي والغريب أنه بإجماع أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في الثاني عشر من ربيع الأول يقول عثماء الخميس بإجماع أهل السير النبي صلى الله عليه وسلم توفي في الثاني عشر من ربيع الأول بالإجماع يدأي الآن سننظر أن هذا الإجماع ليس بإجماع صلى الله عليه وسلم بالإجماع توفي في الثاني عشاء من ربيع الأول فنحن الآن نحتفل بموته ولا نحتفل بمولده لم تصدق في هذه لم تصل بنقل الإجماع ولم تصدق لا أحد يحتفل بفرحة بموت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنت يعني تنسب إلى الأمة يعني أين المصداقية أين المصداقية من من المسلمين في الموالد يحتفل بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تريد أن توصلهم إلى حد الكفر بالفرح بموت النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتق الله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى كن صادقا مع من يستمع لك من من المسلمين يفرح بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم انظروا هذه المغالطات تكفي لشيخ أثمان الخميس تكفي لمتابعي أن يعرف أنه رجل غير محقق في العلم غير محقق يقول لك هناك إجماع وذكرها مرتين واتفا على أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع طيب دعونا ننظر إلى إلى أقوال بعض الأئمة أقوال بعض الأئمة في موعد وفاة النبي أو تاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح البال مجلد الثامن صفحة 129 قال وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الأول وكاد يكونوا إجماعا إذن توفي يوم الاثنين وفي ربيع الأول يوم الاثنين هذا متفق عليه من ربيع الأول يكاد يكونوا إجماعا ثم عند عند ابن إسحاق والجمهوري أنها في الثانية عشرة منهم هذا قول مين؟ ابن إسحاق طيب عند موسى ابن عقبة وهو أشهر أو من أشهر من نقل السيرة والليف والخوارزم مات لهلال ربيع الأول يعني أول يوم من ربيع الأول وعند ابن مخنف أو مخنف هكذا والكلبي في ثانيه ورجحه السهيلي ثاني اثنين ربيع الأول وعلى القولين يتنزل إلى آخر كلام أما على ما جزم به في الروضة فيكون عاش بعد حجته تمام هذا كلام المهم أنه لا يوجد إجماع على أن وفاته صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله كلام السهيلي قال وقد استشكل ذلك السهيلي ومن تبعه أعني كونه مات يومنثين ثاني عشر شهر ربيع الأول وذلك أنهم اتفقوا على أن ذا الحجة كان أوله كان أوله يوم الخميس فمهما فرط الشهور الثلاث يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف يعني كان يوم ذا الحجة أول يوم الخميس والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عرف يوم الجمعة ثم بعد ذلك يأتي بعد شهر ذا الحجة محرم صفر ربيع الأول فمهما فرط الشهور الثلاثة توام أو نواقص أو بعضها لم يصح يعني لا يصح أن يكون يوم الاثنين في ربيع الأول تاريخه 12 من 12 لا يمكن مهما فرط أن الثلاثة ثلاثين يوما أو الثلاثة شهر ذي الحجة والمحرم وصفر لا يمكن لو فرطتها الثلاثة ثلاثين يوما أو الثلاثة 29 يوما أو بعضها هذا ثلاثين وهذاني 29 لا يمكن أن يوافق يوم الاثنين الثانية عشر وهذا أمر سهل جدا حسبته فكيف يذكر عثمان الخميس الإجماع أنا لا أريد أن أستدل هنا ما هو اليوم بالتحديد أريد أن أريكم أن هذا الرجل غير محقق بالعلم يعني فقط يريد أن ينفر الناس من هذا الفعل بأي طريقة لكن بعد ذلك للأسف يتضح أنه خلاف الصواء وللأسف طبعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر